نهاركم سعيد مشاهدينا اليوم الخميس تسعة حزيران 2016 حلقة جديدة من برنامج نهاركم سعيد بطلع عليكم من بيروت من العاصمة اللبنانية ضيفي اليوم في هذه الحلقة الكاتب السياسي استيس جوزيف أبو فاضل أهلا وسهلا فيك استيس جوزيف في هذه الحلقة لا شيء يشي بأن حجرا ما سيحرك المياه الراكدة في السياسة اللبنانية فكل شيء على حاله لا رئيس لا اتفاق على قانون انتخاب ولا بديل عن الستين حتى مجلس الوزراء المؤسسة الوحيدة العاملة في هيكلية الدولة غارقة في سجنة بين من يتسلح بالدراسات البيئية وبين من يتسلح بالبيئة نفسها جلسة اليوم على مفترق بحسب ما يشي كلام وزير البيئة محمد المشنوق الذي استفاق على دوره ليقول موضوع ستجن يدفعنا لأخذ القرار بمجلس الوزراء وآمل أن لا نحتاج لمرجعية دولية على طاولة مجلس الوزراء أيضا ملف وزارة الزراعة وقرار وقف التصدير أو الاستيراد من سوريا وملفات أخرى بانتظار أن يتم بحثه ما يحصل في مجلس الوزراء إضافة إلى ملفات أخرى ستبحث اليوم في هذه الحلقة مع ضيفي كما أشارت السيد جوزيف أبو فاضل السيد جوزيف أهل وسلا فيك هناك الكثير من الملفات بحاجة للقراءة بتفاصيل من مجلس الوزراء اليوم إلى كلمة الرئيس الحريري المرتقبة اليوم هذا يمكن أن يقول الرئيس سعد الحريري في كلمته اليوم الانتخابات البلدية خصوصا بعد الانتخابات البلدية التي شكلت علامة في تيار المستقبل تركت علامة في تيار المستقبل تحديدا انتخابات طرابلس بدي أسأل أكثر بشكل عام في لبنان من ربح ومن خسر في هذه الانتخابات البلدية هل نجحت السياسة وهل نجحت الأحزاب بدي أكثر بملفات العقوبات على حزب الله الفراغ الرئاسي موضوع عنون الانتخاب إلى أين نذهب في هذا الموضوع بما يتبقى لدينا من وقت أيضا بدي إبحاث بالملف السوري والتطورات الحاصلة في الساعات الأخيرة تحديدا أبعد من خطاب الرئيس الأسد في الموضوع الميداني وفي اللقاءات السياسية خارج سوريا اليوم في اجتماع ثلاثي إيراني سوري روسي بالأمس كان رئيس وزراء الإسرائيلي بروسية في حراك حول الملف السوري ما كتير واضحة مع المو حتى هذه اللحظة على كل حال أهلا وسهلا فيك مجددا قبل ما نبلش جولتنا اليومية السياسية بدأك تسمح لي نبتدي من الطرقات الجولة اليومية على الطرقات البداية من جوني واضحة الصورة أصدق تعبير السير أنجا عم يتحرك من الشمال نحو بيروت السير أنجوني ازدحام خانق بالعكس الطريق سلكي من جوني إلى الشمال عند جسر الدورة الازدحام مشابه في الدخول إلى بيروت وكذلك في الخروج من بيروت هناك ازدحام مروري يعني السير يتحرك ببطء عند شار الحلو واضح أنه عند مدخل بيروت في آخر شار الحلو في ازدحام عند الدخول إلى منطقة الصيفي في بيروت ولكن السير يتحرك نوعا ما أكثر من جوني والدورة تقاطع ساسين في الأشرفية حركة سير طبيعية عند الإشارات ووقف سير عند الإشارات في الحمرة أيضا حركة مرور كثيفة ولكن طبيعية في الحمرة في هذه الأوقات في هذا الوقت كورنيش المزرعة أيضا مشهد يومي هذا الازدحام عند الإشارات في مدخل بيروت الجنوبي سير واقف وفي صيدة أيضا زحمة عادية يعني السير طبيعي نوعا ما مع الزحام خفيف إذن هذه الجولة اليومية على الطرقات في السياسة من أين نبلش جولتنا؟ مضرح ما بتريت مضرح ما بتريت إلى عدم طرح هذا الموضوع أو بالأحرى عدم الوصول إلى نتيجة فيه تأجل البحث إلى الجلسة الحالية يأمل الوزير محمد المشنوق أنه ما نوصل إلى طلب مرجعية دولية أيضا في ملفات أخرى بمجلس الوزراء مرجعية دولية كيف بيشوف موضوع ستجنة؟ بدنا نسأل الوزير المشنوق يمكن يقصد مرجعية دولية بقضية ستجنة بس هو بيعرف أنه هلأ وحددك بتعرف كل العالم بتعرف أنه هلأ لبنان ما أحد أفضيله يعني مرجعية دولية أو إقليمية أو عربية ما أحد أفضيله مش فاضيلنا؟ لا لا بملفات أكبر مش فاضيلنا؟ أكيد مش رأيه لستجنة؟ بس يمكن الموضوع البيئي بيعنيلهم شوي للمؤسسات الدولية؟ إيه ما أعمل لك إذا بدي يطلب مثلا رأي البنك الدولي الأمم المتحدة ما أعرف أيهم بيشتغلوا بهال بهالملفات بهالملفات هؤدي خصوصي ممكن بس بدك تشوف هذا قرار من مجلس وزراء وإذا بيقبلوا يعني القيمين على ستجنة والوزراء اللي عم بيقولوا بدنا نحن مستمرين بتنفيذه هو جزء كبير من الوزراء كمان يعني مش بس هك جزء كبير من الوزراء على أكثر من موقف سياسي حتى على خلافاتهم بالسياسة فيه جزء كبير مع مع تمرير هذا المشروع من دون خلاف ولكن فيه كمان أيضا هادي دغدغة سياسية هل أتحجم ستجنة؟ أكيد دغدغة سياسية لأكثر والأقل إذا أصدت وليد باك وزراءه دغدغة سياسية لأكثر والأقل وليد باك قال إنه ما هذا جبل لبنان يعني لما بدنا نعمل مشاريع طبيعي إنه يكون في شوية أبع شجر تقريبا هو مع المشروع أنا أبواليد جملات مع المشروع بعرس في بعض الوزراء اللي هن ضده فيه وزراء ضده فيه وزراء معه فيه وزراء يعني بيدعمه فريق على فريق بس ما بيغامروا للآخر بمستقبل هل أدل موضوع مغامرة بمستقبله؟ مشكل بموضوع سجني مشكل كبير يعني هني عم يحكوا إنه ما بدي فوت بالأمور التقنية بس عم يتسلحوا بمشهد بيئي مؤذي يعني مشهد أنا أنا أستاذ مالك بهذا الموضوع يعني مطياطي سياسي ما هون بدي أسأله إنه هني عم يتسلحوا بمشهد بيئي ولكن بحضرتك عم تقول إنه دغدغة سياسية وإنه السياسة دخلت فيه صلب الملف هل أدل مسياس الملف؟ ما هو وليد باك حكي كنتين نهار لأحد مع أستاذ مارسيل غانم صار في ناس ترقص هون ناس تزعل هون مع الموارنة منن مش أرباب يعني العملية في الموارنة يعني مع احترام من الكل ولي الجملات بيشتغل سياسي الموارنة الطامحين للكرسي ميما كانوا بغض النظر إن كان حبيب قلبنا والزعيم العماد ميشيل عون أو غيره أو الوزير سلمان باك فرنجي أو دكتور سامير جعجع أو محافظة ألقاب الجميل يعني كلهم بيتمنوا ينتعاون مع وليد جملات بيتعاون بيتمنوا يعني وهذا أملهم يعني في الدنيا إنه حدا منهم يقعد على الكرسي هذا الحقيقة هلأ يصلوا على رئيس جمهورية هذا حقهم ولكن اليوم رئيس جمهورية لم تقعد مثل قبل يعني وهناك سنتين مروا وكل امتين من وليد جملات هزون هزوا البلد يعني كل امتين قلنوا على تلفزيون وهذا الحراك اللي هلأ حاصل حاصل فقط بجبل لبنان يعني ما قالوا إيمي لا بشمال ولا بجنوب ولا يصرف في أي مكان يعني اللي قالوا موليد باك لا يصرفوا بموضوع الرئاسي رح أوصى لموضوع الرئاسي بدي أسأل أكثر بتفاصيل يعني الفرحة بغير محلها والزعل بغير محلها وصلتنا على يا فرحة ما تمت عند بعض الناس ما تمتش نصارفي عند بعض الناس لا إذا على هل على هيدا لا أنا عم أحكيك سراطة رح أحكي أكثر موضوع الرئاسي بس تخلص سريعا مجلس الوزراء هناك تخوف فعلي من من برأي البعض مسعى لتفخيخ مجلس الوزراء سيد مالك وقت اليوم العماد ميشيل عون وباتفاقوا مع جعجها بيوصلوا إلى مكان أنه بيعتبروا مع حدا برد على عيون آي بيفجروا كل شي بس هل بيستطعتهم أن يتحملوا مسؤولية هذا التفجير بمجلس الوزراء هوني بنا نشوف إذا فيها يحملوها في حدا بيحمل أنه يوقف مجلس الوزراء اليوم لا يعني مجلس الوزراء مستمر مستمر لن يجرؤ أحد على توقف مجلس الوزراء سيارة ريفية يعني ضربها الجنزار وكذا من هوني حطينها شقفة حديد من هوني مصلحينها دولاب غير دوليبة من هوني ماشي قالوا سيري فعينه اللهي ترعا بسمه إذا ضفت هاي السيارة ما بقى رح ترجع الدور فيه حدا رح يطفية في منهم عم بيخاطروا في منهم عم بيخاطروا أنا إن شاء الله بتمنى أنه ما يكون فيه أرار بهالموضوع ولكن لا أحد يجرؤ على تفجير مجلس الوزراء بيعطلوا مشاكل إيه إشكالات بس ويرجعوا مجلس الوزراء يعني ما منوصل لمحل أنه يقف لا لا ما بيحملوها ما بيحملوها ممكن كتير حدا يفكر بيقولك إذا أنا فجرت الوضع ساعتها أنا بيقرب علي بيصير في نقدر نعمل شغل جديد بالبلد نروح على تعديل الطائف نروح على كذا بس هيدا الشي ما نوارد ما نوارد ما نوارد إطلاقا هيدا ضرب من ضروب يعني الغير صحيحة وما بيسوى تنعمل مجلس وزراء وجوده أفضل بكثير من وجوده وأنه ربما يعني نحن قال للناس بس أنه في كتير أمور قلنا عليها بس أنه المزراء الموجودين يعني في وزير ممكن تراجع وبعدين مين بتراجع إذا وقفت إذا وقفت في تصريف أعمال كل وزير يعني هلأ كل رئيس كل وزير هو رئيس حكومي أو رئيس جمهورية طب بعدين طب بعدين طب أنه شو بيصير بعدين هذا مشكل كبير قلت حضرتك أنه ما تحدث به وليد جملات لا يصرف في الملف الرئاسي حينما يقول وليد جملات إذا اتفق المسيحيين أنا بمشي بميشيل عون ما بتنصرف أنا بالنسبة إلي يعني بتعرف حضرتك العماد عون أنا يمكن ما بشوفه أو بشوفه كل يوم بس أنا بالنسبة إلي ميشيل عون يعني صديق قديم مع الاحترام إلا كل اللي بيروحه بيجوم أنا عم بحكي عن بالإشياء الملموسة لا يصرف قول وليد جملات في السياسي لا 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 الموضوع منه عند وليد باك عند مين الله لا عند وليد باك ولا عند ميشيل عون لا عند مشيل عون ولا عند وليد جملات ولا عند سعد الحريري ولا عند اسلامية فرنجية ولا عند شو ما ذا والله عند رئيس بر عند مين عند حزب الله ما بده رئيس حزب الله ده مش ما بده رئيس لك حزب الله في عنده معطيات دولية هم أول شي حزب الله اللي عم يسعاله إنه عم يقوله عم يقوله نروح حكومة أفلان مع الجنيرال عون اه حكومة مع الجنيرال عون عنده مرشح وقالun سميحت السيد حسن نصر الله تبه في معطيات دولية هلأ هلأ هي أما مشكلة شكية موطيات الدولية أنه ما فيه اتفاق سعودي إيراني عم يحصل مبلش بقضية الحج لأنه بتعرف حضرتك من شاء الله رمضان كريم عليك وعلى الجميع شكرا يعني فيه حج عدد معين إذا إيران ما بتروع الحج يعني هيدا بتعمل نوع ضرب ضرب زكا يعني أول شي بتقدر تستعمل هذا الموضوع بالداخل الإيراني وبتقدر تستعمل هذا الموضوع بالداخل السعودي أنه نحن عم يمنعونا روح عن الحج فلذلك السعوديين مصرين أنه يجوا الإيرانية على الحج ربما يكون في بدء مفاوضات بس نفس الوقت اللي عم يشتغلوا سياسي في لبنان محترامة إلهم القيادات عم يعتبروا أنه ما عش فيه أولهم رئيس سعد الحريري هون عم يغلط عندما رد على الرئيس بشار الأسد وعندما صعد بهالموضوع لأنه هو أخطأ جدا بهذا الموضوع شغلي عم يحكي عن حلب وعم يحكي عن أردوغان أنت ما خصك يعني ما عم يحكي عنك بس أألك شو هذا الموضوع من يومين تخذ قرار بالتصعيد إلى أن يأتي هذا المساء اليوم ويصاعد الرئيس الحريري بخطوة سواتني كنت أسألك ماذا يمكن أن يقول الرئيس الحريري بس تأنهي ملف الرئيسي عم تقول حضرتك أنه حزب الله لديه معطيات دولية بأنه حتى الآن لاتفاق سعودي إيراني وبالتالي ليس هناك من إمكانية حتى لو قرر حزب الله أنه أنا بدي ميشيل عون رئيس وتعوى ننزل على مجلس نواب ما في إمكانية لانتخابه رئيس لا بدا ما في انتخاب طيب اليوم إذا المسيحية جزء كبير منهم هتا ما أقول كله لا إنه في فريق ضد ميشيل عون السيد مارك مين بده روح ما فيناش تقول إذا وليد جملات بده روح وليد جملات بلا حزب الله ورئيس برري ما بيروح ورئيس برري إذا كان فيه بعد وكله كلام يعني هناك بل أرار دولي ما فيه ما في انتخابات رئيس بيقلك أكثر من هاك سألت أمريكا سألت إسرائيل أنتو أمريكا لا دور وإسرائيل لا دور يعني مش ولو كان رئيس جمهورية صلاحياته محدودة بس نايتهم إلهم دور الروسي إلهم دور بعد ما حدا من الدول الكبرى حسب معطياتي أنا متواضعة أنه حتى إيده بموضوع الرئيسي محده بمحده أفكرك بموضوع رئيسي حتى السفير السعودي آ نقول هذا موضوع داخل ما خلصنا فيه محده أفكري فيه ما قلت لك من أول حديث محده أفكري فيه لبنان آخر اهتماماتهم باليمن ثم السعودي عندهم اليمن أولوي بعدين في ملفات كبيرة باتفتح بين إيران ملف الإسلامي السوني الشيعي أول شيء إيران سعودية وفي عندك ملف سوريا في عندك ملف العراق ملف سوريا ملف كتير معقد صحيح ولكن ملف اليمني معقد أكتر لأنه على حدود السعودية بس يبدو أنه في تطوره ملف الإيرائي منه معقد كل ملفات بالمنطقة البحريني السعودي السعودي الإيراني على حدود في نزاع الآن بيقول وزير جبران باسيل قبل دخوله مجلس الوزراء كيف لا يمكن أن يكون موضوع ستجن سياسيا وهو يدرج دائما كبند أول على جدول الأعمال بطلق سياسي معروف سياسي عم يسأل وزير باسيل حول هذا أنا برأيي الأمور رئيس الحريري يعني أخطأ وصلتني لليكن بدي أسألك عم تقول حضرتك أنه هناك قرار بالتصعيد ابتدى من يومين مع رئيس الحريري بس الرئيس الحريري هذا الخطاب أو هذا الموقف ضد رئيس سوري بشار الأسد لم يكن وليد اللحظة ما في مرة بيطل الرئيس الأسد أو بيطلع موقف غير ما أول شخص بيرد عليه هو رئيس سعد الحريري رئيس سعد الحريري عم بطل فكره ليرضي السعودية السعودية صحبت يدها إلى حد كبير من الملف السوري وأنا عم قل لك موطيات مش عم بحكي من عندي وبالتالي السعودية بدأت بالتراجع أصبح أردوغان بالواجهة دفعوا له لأردوغان لماذا طلعت السعودية من المواجهة؟ عندهم قضية اليمن وعندهم صار اهتماماتهم الداخلية أكتر من موضوع السوري السوري الموضوع بيجي بعدين يعني بالنسبة لقلهم منه أولوية منه السعودية منه بعد مثل قبل الاهتمام الدائم الرئيس سعد الحريري الأخطأ من يومين عد ما رد على رئيس الأسد لأنه ما أنه عارف الأجواء السعودية تاني شغلة السفير السعودي بيقول أنه ما تدخلونا بلبنان هو بدي يعمل إفطار للرؤساء الحكومات السابقين وعم بقولوا أنه ما تقولوا بلبنان أنه في يعني بالسعودية في فريقين في صقور وفي حمائم اهتموا بشؤونكم يا لبناني أنا بكل احترام بقول له أنه بأمريكا في فريقين وبسويسرا في فريقين وبفرنسا في فريقين وبروسيا في معارضة يعني هذه أمر طبيعي يكون في صقور وفي حمائم يعني ما بداش زعر يعني السعودية بدأوا بعدين من بعد موقفوا لهبط أربع مليار يعني معلش يوقفوا شوي هالضغوطات يعني على اللبنانيين لأنه هن السعودية قررت من اليوم من رايح تاخد زعمات سنية فرادة يعني مين بدك رئيس ميئتي وحده الوزير أشرف ريفي وحده الوزير مشنوق وحده رئيس الحريري وحده ما بقى فيه ما فيه وكالة حصرية بعد اليوم للرئيس سعد الحريري في البلد هذه بالنظرة السعودية خلص خلصت الوكالة حصرية بس السفير السعودي قبل بأسبوع من العشا بيقول بمقابلة تليفزيونية أنه الرئيس سعد الحريري زعيم السنة في لبنان له حق أكيد لأنه عنده أكترية بس من بعد ما أفرزت انتخابات طرابلوس ما أفرزته أنا يعني الوزير أشرف ريفي عملية الربح ألف و ألفين صوت هيدا منه ربح بس بالنتيجة ربح يعني ما فيك تقول منه ربح ربح أخذ يعني اليوم كانوا خيفانين أنه واجه محدة لي من من السياسيين واجه مال مال يعني واحد صغير منه معه مليار دولار بلش من الأول السياسي والرأي يعني إذا نفعوا إذا اشتروا عشر تلاف صوت إذا اشتروا ما اشتروا كانوا طلعوا ما اشتروا ما اشتغلوا لا المستقبل اشتغل ولا غيره ما بعرف مين أنه النتيجة طلعت يعني فيه ردة فعل اجت على خطاب معين عرف الوزير ريفي استفاد منها وكمان الحظ خدموا بهالظرف هذا لأنه رئيس الحريري ما معه مصاري لو ما معه سيولي كان دفع بيرجع عندك بدي أحكي عن رئيس الحريري بدي أسأل ماذا يمكن أن يقول اليوم الرئيس سعد الحريري هذا بدي أقول لك شغلة بعد الحريري كمان في شغلة مهمة كتير بهذا الموضوع الحريري هو يعني توفق بالوزير الفرنجي لأنه قصمة ماني أدار الوزير السلامية الفرنجي اليوم إذا حزب الله يمكن بيأباط هلا بروح بيطلع وزير الفرنجية بس بدك حزب الله يمشي بهالموضوع لأنه يعطي وعود للعماد مشال عون هوني فيه التزامات يعني على الميلتين ايه بس بس على الميلتين انطلع فرنجية أو طلع العماد عون العماد عون أو شخص ثالث بكل هالميلات هناك يعني زعل سوف يحصل زعل طويل الأمد وانقسامات جديدة بين فرنجية وبين عون هايدي شغلي صارت أصبحت بسي صاري لا لا أكتر من هاك بصير أكتر بصير فيه معالك انتخابية بكل شمال بالانتخابات النيابية جاي خلاص مين شخص الثالث ما بعرف في كتير أشخاص صالتي الموضوع أصبح السيد مالك يعني أصبح هناك يعني بتشنج بالبلد نتيجة ترشيح الوزير جنرال عون وزير فرنجية أبمنا الدكتور جعجة وصلنا لهون هاون هناك مفترق طريق وخلط أوراق جديدة سامير جعجة لا يقبل بأي طرق بأي طريقة من الطرق وصول الوزير اسلامي باك فرنجية لأنه وصل ابن الشمال وصل يغير المعايدة لكلها وهو صغرته وأهدن وبشره أنه يعتبر على بفرض منطقة وحدة يعني تعود الزعامة إلى صغرته وأهدن زعامة الموارنة دائما موارة شمال نحن كمان شغلة نحن نظلمهم لأنه هؤلاء الموارنة يعني لأنه إبعاد جغرافيا عن بيروت بيكونوا إبعاد عن الحدث خلينا نحط كل واحد حقه إنما ميشيل عون هو زعيم مسيحي مشري لا فيه مسيحية بسوريا للي حوالي عم بيقولوا ما فيه حوالي غيره من الزعامات وكل شي فيه مسيحية بسوريا بس اليوم أنا فت هلأ بموضوع بس كين تاني هلأ برعالك سعد الحريري لا أنا بدي بدي فوت بهذه القصة إنه لما بدي نحكي عن الزعامات والعراء الوزير الرئيس العماد مشيل عون عنده عنده زعامة بس كمان الوزير فرنجية لتا قل زعامة عنده زعامة وعنده نواب العماد مشيل عون عنده زعامة وما عندهش نواب أدفرنجية بس عنده حزب الله حزب الله اللي مجمد الوضع حزب الله مجمد الوضع مشان ما يخلي ما بده عون يزعل ولكن تحالف العماد عون مع سمير جعجع تحالف عون جعجع عن سمير التفاهم هلأ فاد المسيحية كتير ببعض المراحل وبمراحل أخرى لم يفيد العماد مشيل عون لأنه قصوماته ما ديقول عدوات قصوماته لا جعجع عند حزب الله والفريق الآخر أكبر بكتير من قصومات العماد عون العماد عون حكي كلمتين بس هؤل كلمتين ما بعرف وين وصلوا أنا برأيي إذا بتستمر لأمور هايك بيجوا بعد فترة بيقولوا فتشوا على غير شي كيف ما بعرف هلأ هلأ رئيس ما فيه هلأ اللي رح يصير اليوم بدي يحكي رئيس سعد الحريري بدي يحكي رئيس سعد الحريري بدي يرفع السقف بدي يبلش أول شي بحزب الله لأنه هو معدبر هلأ معدبر أنه إذا هجم حزب الله بدي يستعيد الشارع من لواء أشرف ريفي بيستعيد الشارع من فلان ومن علان يرجع ياخد زي ما من أمور المبادرة عنده ويمشي فيها بدي يرفع السقف أنا أتخوف أنه يكون خطابه خطابه شوية متطرف وأنا عندي أناعة أنه خطابه سوف يكون شوية متطرف ما رحقول أكتر بيرجع يعني العتدال اللي عم يحكوا فيه مثل أربعة أيام اليوم هيكسره هيكسره رئيس سعد الحريري أكيد هيكسره أكيد بيرجع عندك الموضوع انسحاب حزب الله من سوريا بيرجع عندك سرايا المقاومة بس هاودي أول مرة ليس أول مرة بقوله رئيس سعد الحريري اليوم رح يقوله غير شي تو يوصل إلى التلويح أو إلى الخروج من الحوار مع حزب الله اليوم سوف يعلن أنا برأيي هذا الأمر أنه لشو الحوار بعد معكم يا حزب الله بعد اليوم هذا بيكون إذا وصل له هون إذا رئيس الجمهورية خلفنا ساعتها يعني أنت يا رئيس حريري يا دولة الرئيس أنت شو بدك تعمل بعدين إذا أصبح رئيس جمهورية خلفك الاستحاق صار خلفك وأيضا كمان تصبح رئيسة الحكومة الاستحاق خلفنا يعني بتكون أنت عدخلت البلد بفوضى وأنا بحذره يعني بحذره بمحبة أنت عم تخرب البلد واخدنا على فوضى خلي خطابك الليلة يكون هادي ومن كل قلبي بحذره لأنه هذا التحذير تحذير منك التحذير ايه منك لاش التحذير لأنه هذا الخطاب بياخد بياخد البلد على تشنج بس يعمل هذا خطاب التشنجي إذا يستعيد زعيمته وشعبيته رح يطلع له خطاب بالمقابل بالمثل وخطاب أكثر يمكن يعني لا حزب الله لا حزب الله رح يخرج من سوريا اللي عم بيقعد يبشو هذا عن الكل يعني تسمع اليوم الناس بيقولولك شفتوا داعش ومجرمين بيكونوا من 14 أدهار كتوغز ماكس عرف أيهم أنا بحكيك صراحة وأنا بقعد أنا بيشارع معهم وبحكيهم وبشرح لهم بيقوله داعش يعني شي مخيف داعش مجرم وداعش كذا بس أنت شو ما صلحتك دهاج الناس عم بيقاتلوا داعش اليوم اللي رح يعملوا حزب الله عم يسقطلوا شو هذا وقاضي وكل شيء وهي ودافع عن كل اللبنانيين اليوم نحنا ما احترامنا للجيش الجيش إضراطه داخلية بالبلد وعم يعمل قدمة فيه مع داعش مش مع جيبة على حدود مسكر الجبهة الجيش وكل يوم اللي عم نشوفه اللي عم نشوفه من عمليات صد في دول تاني مش عم تقدر مش عم تقدر تواجه اللي عم بسير اي اي لا 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 بس هدي جملة اعطر رضي لا انا بالنسبة تعرف الجيش مش عم ناقش بها الفكرة لا انا بالنسبة بس الفكرة اللي كنا عم نحكي فيها اللي هي الرئيس سعد الحريري نعم عم تقوله حضرتك ما تخروب البلد اليوم هل قد خطابه مفصلي برأي حضرتك اكيد هو بدي يبني علي اليوم اليوم بدي يبني على خطاب بعض الافطار بدي يبني علي حركته سياسية خلال سنة لانه بعد هذا الخطاب لا بق فيه لجنة انتخابات لانه هاي لجنة كذبة رح اسأل عنا ووضوع هو رح ينصفهم كلهم رح نفوت بدوام بدي اسأل عنا وعن قانون الانتخاب بس انه اليوم بس الملفات اللي عم تحكي يا حضرتك برجع بدي ارجع للفترة اللي كنت عم قول انه الملفات اللي عم تحكي يا حضرتك من ملفات جديدة على خطاب الرئيس سعد الحريري القتال في سوريا خروج حزب الله من سوريا سلاح حزب الله سرايا المقاومة اضافة لكل هاودي بدي ارجع اذكرك بالخطاب اللي هلأ صار له فترة الرئيس سعد الحريري عم يعيده كل مرة اللي هو ترشيح الوزير السلامية فرنجية يعني هاي هايدي هايدي يقل لك شاغلي رئيس الحريري من شهرين ثلاثة كان مقبول بدول الجوار يعني ما هم يعطوا رأيهم هلأ سوريين من بعد ما رد على الأسد بدوا يعلي أسهم بالولاد هلأ هلأ هم بحكيك انا هم قللك هم تقلي من قبل هم قللك اه وعم يعني اذا بدك نوع من المعلوم اللي أنا لمسته هم اوكي كان مقبول خطابه لو عارف اشتغل ما وصل لهم هو الحوار ماشي على شو ماشي على سكتين سكة حزب الله وسكة سوريا يعني اللي مش عم يفهم الوضع حزب الله بقدم لك شو هذا وقدم معاقين وجرحة بدو يجي ينسحب من سوريا لأنه رئيس الحريري بدو هايك او يوقف سرايا المقاومة ما بعرف شو بسموه هني لأنه رئيس الحريري بدو هايك او بدو يسحب بسلاح او كذا لأنه رئيس الحريري بدو هايك كلهم بدونش إلا قانون الستين بس سناء حزب الله وأمل لأنه بقدروا جيبوا تسعين بالمية من الأصوات للحديث تتمة عن قانون الانتخاب للحديث تتمة بس بدي يتوقف مع فاصل أعلاني قصير بعد الفاصل بدي يموت عن قانون الانتخاب فاصل قصير ونعود أعود إلى لكم مشاهدين وإلى نهاركم سعيد لليوم الخميس تساح زيران 2016 وضع في الكاتب السياسي استيس جوزيف أبو فاضل استيس جوزيف كنا عم نحكي بالفاصل أعلاني عن ماذا يمكن أن يقول الرئيس سعد الحريري اليوم قلت حضرتك أنه بدو يساعد على كل حال اليوم بعض الأفطار بتبين التفاصيل أكثر حول ماذا يمكن أن يقول الرئيس سعد الحريري أنت برأيك أنه بدو يهدد بتوقيف الحوار مع حزب الله انسحب من الحوار أنه شوء بعد الوزوم الحوار أنا رح يعكي فيها وبيهدد بالانسحب من الحوار لو بدو يوقف الحوار ما كان عنده فرص قبل كان لا يوقفه لا هلأ قلت لك هو بدو يستعيد الشارع بتعرف أنه يعني هو يمر بأزمة سيولي وبالتالي ما فيه استعيد عنه إلا بالتصعيد مذهلة و يعني وضد حزب الله وضد سوريا وضد الرئيس الأسد بدو يحكي بهذا بهذا الشكل يعني بس هو لو بيعرف يعني ماذا زرعوا كلهم طيار المستقبل وغيروا في سوريا من المشاكل ما كانوا بيحكوا هكي يعني هناك حقد يعني أنا بتمنى عليه وعلى وليد باك جملات يتناسل حقد بينهم وبين سوريا ويفكروا بسوريا أنه إذا إذا سقط النظام بسوريا سوف تشتعل المنطقة كلها 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 بلبنان كله بيشتعل مش عارفين شو عميال هني من الأساس كان موقفون كتير واضح أنه هني ضد النظام بسوريا هني نطروا الجدة لتمرق بالنهر بقى ست سنين قطعت وعم فشوا خلقون هلأ قبلك شوف الحدود بين لبنان وصوريا كمان أستاذ مالك اللي عم بيصير هلأ أزمة طويلة عريضة و أزمة الشحنات ومنكد سياسي بيقول الوزير وقل أبو فعور قبل دخوله لمجلس الوزراء طلع لك التصريح كامل هلأ قبل دخوله إلى مجلس الوزراء الوزير وقل أبو فعور وردا على سؤال عن منع ادخال شحنات الخضار والفاكهة من منشأ سوري إلى لبنان يقول أنه قرار وزير الزراعة أكرم شايب تقني هدفه حماية الإنتاج في لبنان ونظام السوري عتاد أن يصدر الموت وأعلى ما بخيله نركبه ما احترام يقول له تصريح مش مسؤول تصريح مش مسؤول يعني لا يمكن نحن أن نمشي يعني وراء ناس ساعة بيقول لك يعني ساعة بيكون منيح ساعة بيكون مش منيح يعني أنت عم تفوت بمشكل طويل عريض وعندك مليون نص سوري هون ومين بيستعملون ما بتعرف ومين ما بيستعملون ما بتعرف ومين بيطعمون ما فيك تعرف وبلد مكسور وبلد منهوب وبلد مسلوب وكل المسؤولين الحرامية كلهم عم يسرقوا شو عدك بعد بدي عرف شو في أنون انتخاب بالبناء عشو رح تصير الانتخابات والله أول شي ما بلش بطيار المستقبل باعتباره بس قبل ما بلش في يون فضل برأي حضرتك رح تصير انتخابات نيابية أم ذاهبون إلى تمديد جديد أنا قلت بـ 25-11 هون مع ألمية دي مصادق قلت أنه هناك تمديد ثالث لمجلسنا ويبقى زبائية الأمور مثل ما هي لأنه يا ستين يا تمديد بعدين كلهم عم يكسبوا يعني عفوا من الكني مش عم يحكوا الحقيقة لا حلو عم يكسبوا مش غلط مش غلط مش غلط أنا بقول أكثر منها مش غلط ما يقولوا بيطلع بيقول كلام مقاسي بحق الناس لا أكيد يعني رئيس الحريري بده إنون الستين لأنه إنون الستين يعيد له الأكثرية اللي عنده هي متل ما هو آآ وليد جمبلات آآ بقول لك أنا ما رح إلغي حالي أنا بدي إنون الستين ولما حلم مع الأستاذ مارسيل الغانم قال إنه آآ فيها شوية في شوية دروزة هوني أنا آآ خلونا شوية نعرف نشتغل يعني قالوا مصلحة بالستين أكيد مية بالمية وليد جمبلات ورئيس الحريري مش قال عاون وسمير جعجع قالوا مصلحة بنون الستين ما قالوا مصلحة بالنسبية لا لأ لأنه بيطلع غير ناس بيطلع ناس كثير هلأ بتحالفن عبد الساين و çalه معلوم أبل تحالفون قبل تحالفون نسبي كان النسبي أضirm او الأورتودكسي ايه أورتودكسي للجنيرال ايه وأنا يعني كنت مع الأورتودكسي لأنه كنا مئتنعين في يوم هذا وقت التراح اليوم أنا مع النسبية Freunde مع النسبية على مستوى لبنان كله خلاص ريحونا او مستوى معافظات هادي هي النموذج الصحيح للتمثيل بس اليوم من السياسيين مين بيقبل فيه يعني يوم عم تقول حضرتك بعد ما تفعل عماد عون والدكتور جعجع هذا ستين ستين هني بيقولوا ما بدنا ستين بس عم مش تغلوا سياسي يعني كان رئيس حريري او كان وليد ذاك جملات او الجنرال مشال عون او الدكتور جعجع هم مش فتحين جامعيات خيرية عم مش تغلوا سياسي يعني فيه مصالح وفيه اتفائيات وفيه وفيه معاهدات وفيه اتفاق نواية وفيه مصالح ربما تكون كل شي ربما تكون مالية كمان بس ها فيه اتفائيات عم تحصل فيه توزيع حصص بس بالنتيجة يعني الانتخابات البلدية الانتخابات البلدية فضحتهم فضحتهم فضحت الاحزاب بس تخلص الاحزاب اللي هن كنا عم تقولون 100 مع الستين حزب الله وحركة امل ما عندهم مشكل تمشي بالستين بيمشوا تمشي بالنسبية بيمشوا هني مع النسبية إلا الرئيس بري لأنه عم بيرنا مين عم بيقوله عم بقوله الرئيس السنيورة عم بقوله الرئيس الحريري عم بقوله الرئيس بري حذر إي حذر إي قاله ني منذر على الشارع بس رئيس بري عم يعمل لي علا ونحن ما فيه نقوله إنه رئيس إلا سلما رئيس بري بيحذر من الشارع شوي يعني هو كمان عنده شارع يعني نحن بدناش ننسى رئيس بري ما بده يستبدوا بالبلد بيفتحوا مجلس نواب وما بيشاركوا اذا بتذكر من سنتين ثلاثة اكفر مجلس نواب ولم يفتح لاش من اول تمديد نزلوا مددوا لقلون وفلوا يبدو ان الامريكان ما بدهوا نفتح مجلس نواب هاك اللي تبين دي هالامريكان ما بدهوا ما في مناسة لما بيحكوا عن رؤية انتخاب رئاسة وانتخاب مجلس نواب اامريكان بيحكوا حكاية تصريح كل السفير بيكون هون مسؤول هذا بيكون جيسوس لبلاده ما نقول لك صراحة هذا بيعمل تقارير اذا ما عمل تقارير كل يوم شو فيه بلبنان ما هيدي شغلته شو السفير فلان بلبنان هيدا السفير بيجيكتب تقارير لبلاده شو عم يعمل اذا مش شاطر بالتقارير بيشلوه ها واضحة القصة يعني السفير بيحكي بيسوا يحكيهم شو عملوا الامريكان لينتخبوا رئيس شو عملوا الامريكان لينتخبوا رئيس ما بدون رئيس الامريكان ما عمليوا شيهم غ留 ما بدون انتخابات الامريكان هلأ ما فرقنى معهم هلأ الامريكان حكبون العالم non مليون انتخاباتهم الداخلية والسعادي والتركي والمصري والاسرائيلي في خمس دول بالمنطقة هولية قوية ومهم مين متفقيق على الخمسة البيئي شو بدون فيهم شو مش فرقيني معهم عم تحكي بأمريكا دولة تضرب أنابل زرية على ناكازاكي وعلى هيروشيما بيروح الرئيس أوباما بحط إكليل وقال له لن أعتذر معتذر ودالفالل عم تحكي بأمريكا دولة عظم دولة يرجع روسية بعد منها روسية بس عندها وفا وعندها لو في مصالح في وفا وفي علاقات تحترمها وفي ناس وحي الصفير الروسي بارح تسليم الدبابة لناتنياهو دليل وفا يعني في علاقات دولية دليل وفا أكيد دليل وفا لأسرائيل لأنه أسرائيل يوم بحاجة لروسية ودلالة على أنه الدول الروسي بالمنطقة أصبح ريادة شو هلأ عملية هي رمزية الدبابة أزعجتنا نحن أزعجتنا نحن أنه هاي دي غنيمة من غنائم الحرب السورية والمقاومة اللي أخدوها عطيوها بدل ما تبقى بمتحف الروسي عطيوهن هي هاي دي غلطة بس ولكن أكيد إله إلى مردود كتير كبير على روسيا وعلى مصالح روسيا بس نحن رح أحكي بالملفات الدولية لخلص الوضع الداخلي قلت حضرتك أنه ما حدا أقلو مصلحة اليوم بأنون انتخاب جديد ما حدا أقلو مصلحة بالنسبية السيد مالك عم يكذبوا عم يكذبوا أه خلص عم يكذبوا كشفتهم الانتخابات البلدية برأي حضرتك مش كشفتهم من فاز في هذه الانتخابات البلدية الأحزاب السياسة أم الشارع اللي صار بردون بالانتخابات البلدية أنه ما حدا تحمل أنه يقول أنا ما بدي انتخابات بلدية نجره نفاز بالانتخابات بلدية ما حدا حمل أنه يعمل تأجيل بالبلدية ما حدا حمل أنه يؤجلها بس كان هذا يعني كان كاس مر لابد منه لزوم ما لا يلزم اجت وحرجتهم اللي معه قرشين حطوا نقول لي هاي الانتخابات بلدية انتخابات بلدية لا تقدم ولا تؤخر يعني تعمل حركة بالضيع بالمدن بكذا ولكن فضحت الأحزاب فضحت الرئيس ماليين فضحت كل الناس هلأ اللي ربح يعني صور الجنرال عون الزعيم المسيحي إلى ما هنالك بنعرف كلنا سوا أنه يجي على جونة عشية الانتخابات يعني تفرؤ النتيجة تفرؤ النتيجة عكم صوت واربع يفوتهم هذي كل ليحة عن الشيخ جوان حباش يعني العملية بالانتخابات النيابية يختلف الوضع يعني الدكتور جعجع كان مع الليحة التانية وبجزين وبدار الأمر أو بالحدث كانوا مختلفين لا وبجونة كانوا مختلفين يعني بتتعرف أنه الاتفاق اللي نعمل هو اتفاق يعني كله مصالح أنا مع الاتفاق المسيحي المسيحي بس هذا اتفاق ما بيشبه الاتفاق ما في حدا عنده اتفاق بلبنان كما هو الاتفاق الشيعي أبدا ما فيه ثنائية مثل الثنائية الشيعية لا لا لن يحصل ثنائية بالمنطقة هناك ثنائية تانية مسيحية سوف تظهر جبهة طويلة عريضة من صغرطة لزحلة بل تظهر مش معقول ما تبين بدأت أكيدة للي من ربح الانتخابات قلت لك مشالا ما ربح الانتخابات ربح يعني ما فيناش أول ما ربح هو الوحيد الفائز بالسياسة نعم هو الوحيد الفائز بالسياسة لا ربح رئيس برري ما خسر شو خسر رئيس برري ربح رئيس برري ما خسر برري ما خسر بالداخل الجنوبي بتفاصيل الجنوب صار في كتير خلافات ما ظهرت للعالم لا لا بعرف في شيعة كتير أبين من أخواننا الشيعة مش مساك حتى ما بين الحزب والحركة في بلديات كانوا بالتفكين عليها في مصر مثل الاتفاق في بلديات هذا الخلاف رئيس برري بيعرفوا أنه في مطارح فيها خلافات وقالها وتبين وتبين بخطاب سميحة السيد حسن اللي عمله بعيد المقاومة والتحرير بقى من كرسل أولنية تعرف فلذلك 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 أستاذ مالك اليوم مثلا فرنجية لو ما اتفق مع معوض الوزير باك فرنجية سلامين باك مع الأستاذ مشار معوض كان ممكن يصير فيه مشاكل مع هذا وكله هن قالوا أنه جنبوا المنطقة أشكال بين بشرك بشرك أول مرة في معركة بزحلي أول مرة في معركة مثل تلويح بهالشكل بفوتوا علي كل الناس ما تنسى يعني فعليا برأيك لكل خسران أنا رأيي بشكل لسبي في ناس ربحاني في ناس ربحاني يعني زحلي بوابة لبقاها ربح هو القوات ربح هو القوات لأنه أستاذ أسعد زغيب هو مقرب جدا من سمير جعجع بس اليوم عفارق صغير بزحلي مريم أستاذ مالك أسعد زغيب والقوات صار عندهم أكتر عندهم حوالي 12 صوت يعني إذا سمح الله صار في خلاف بين الوطني الحر لا سمح الله والقوات والقوات والكتائب إذا أسعد زغيب والقوات جوا خلاص ماشي البلدية ماشي البلدية على كل حال هذا الشيء بينطوي على أكتر من بلدية كان فيه اتفاق تيار وطني حر قوات لبنانية وأي خلاف بينهم ممكن يهدد نص بلديات اللي هنم تحاكم أنا بالنسبة إلي هو اتفاق اتفاق مصالح لوصول العمد ميشيل عون ولعدم وصول الوزير الإسلامية فرانجية الطريقة بعد الفاصل الإعلاني التاني بدي روح أبعد من لبنان إلى ملف اللبناني ربطا بسوريا ماذا يحصل في سوريا بدنا نحكي عن الملف الأسير لو سمحت كلمة تاني أحداث عبره أحداث عبره وملف الأسير أنا ما فيه انت المحكمة العسكرية أعلمت الأشرف ريفي يقولوني المحكمة العسكرية هذا عايب لأله خليني أطلع بريك وبعد البريك نحكي عن الموضوع فاصل قصير وانا عود أعود إلى لكم مشاهدينا وإلى الفقرة الأخيرة من نهاركم سعيد لليوم الخميس ساحزيران 2016 سيد جوزيف كتعب تقلي أنه فيه شي حول المحكمة العسكرية أحمد الأسير شو بوا أحمد الأسير رحوا بالحبس يا سيدي شو بدي بالحبس فيه 18 ضابط وعسكري يستشهدوا بعبره نح كل عمره القضاء العسكري أنا ما بدي أنتقل قضاء العسكري بس بدي أشرح الرأي كل عمره المحكمة العسكرية بزرف شهر شهرين طلع الحكم على الواحد ومعروفة وقائع الموضوع والأدلة ليش ما بيطلع حكم على أحمد الأسير اللي قتل 18 ضابط وجندي لا شو السبب التركين اللي يفوضوا عليه للمفاوضة السياسية البايع والشراء في حديث عن هالموضوع يا معروفة مش معنا بايع وشراء بعد شو ناطرين شو ناطر المحكمة العسكرية بتأجل بتأجل أحمد الأسير جلساته من شهرين لتلاتة لا المحكمة العسكرية الحكم بيصدر نفس النهار الحكم بيصدر فوق السلاح بيجي سلة من شرطة العسكرية بيعدمه السلاح لرئيس المحكمة اسمه محكمة عسكرية لش اليوم في فرنسا عملوا قانون استثناء للأرهاب مكافحة للأرهاب هاي دي بعد 11-1-58 من اليوم رئيس شهاب فهمنا هاي دي المحكمة إذا هلأ هلأ عزة وهلأ الشغلة لش ما تصدر الحكمة أحمد الأسير هاي دا الشغل مش مزبوط نحنا ما فينا ننتقل المحكمة العسكرية نحكي بتوزير العدل اللي هو مسؤول عن المحاكم يقول ننعي المحكمة العسكرية بكذا هاي دا شي عايب نحنا ما منحكيه لأنه هناك الضحك لا لا هناك شو بدي أقول لك القضاء والقدر يعني كنا نتمنى على النيابات العامة التميزية كلها والإستقنافية وكل شي أنه إذا ادعوا لأنه القاضي بيدرس في فرد معهد يتنسك في فرد معبد في معبد واحد هو القاضي الواقف القاضي الجزائي إن كان نيابي عمي أو هاي التهمية أو قاضي التحقيق وكمان قاضي الحكم إن كان محاكم جزائية أو مجلس عدلي ما بيدرسوا بفرد كتاب هاي دا بيدعي شي هاي دا بيطلع الحكم شي يعني كل يوم نشوف إنه كما شو شبك إلى داعش من سنتين تلات هاي دا عسكرية لا 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 عم روحوا الانترنت ما في انترنت انترنت هلا طلع عبد المنعي ميوسف وحده والمئة وستين شركة وانا عم يسرقوا بيأكلوا كانوا مش من الدولة يابي شرفوا كلهم شرفوا كلهم أنا بالنسبة إلي عبد المنعي ميوسف متل ومتل غيره ايه مش دفاعنا ابد المنعي ميوسف تعرفني انا ايه بس في ايه فيك انا زلم لا بدي هو جزء هو جزء من شبكة جزء من شبكة كميرة ولن يعني من هالناس اللي بيفكروا بالمواضيع انا عم قول اذا كان مدير عام اجاره مسؤول ما تروح لعملية على موظف عادي شرفه مدير عام اجاره بس جيبه كل اصحاب الشركات لاش بدوش لاش في واحد يكون مرتاح هو واحد ما يجي صوبه مين عم يحميون اصحاب الشركات في حدا عم يحميون مين عم يحميون الالبسي انتو ما قصرتو انتو انا من كل قلبي انا بحكي مش انا لا بقدي من اب اخر بس ببهنيكم من كل قلبي علين عمل وكل تكلبت كل التلفزيونية حكيت بس مش واحده منعي ميوسف معه شركة اذا كانتو اذا كانتو اذا كانتنا نحنا عم نقول الدع يعني اذا دعوا على عبد المنعي ميوسف وصارت قصة قدام القضاء لازم احنا نسكت لانه نحنا مشغلتنا بس عال اوان هاوليك شركات اليوم رح عطيك مثل اخر عن القضاء يا خي الفنان زين العمر كل يوم بيعملون له مشكل وكل يوم بيخترعوا له قصة وهذا زلمة من الفنانين الاوادم الوطنيين الجيش بيعملون له قصة على الانترنت وهين المعلوماتية بقوى الامن الداخل اللي ما بتلحقون اتشكى الزلمة لازم يجيبوه عمده مشاكوى يعني انا عم بعطي مثل عم اقل لك عمتال ما تخاف في ايام عم بيلاحقوا على بوست لا لا ما بين خاف عليهم انا وياك رح يلاحقونا شو ما نعمل بس هادا الرجل مين بيجيب له حقه وانا مش عم بيحكي لانه غنى للوطن وغنى للجيش وغنى للختيار وغنى للخي لانه هذا معروف زين العمر بعدين في شغل في شغل اكتر من هاو كلون اليوم اليوم بيجوا بلوموا المحامين نقابة المحامين بشو بشو أثرت في لبنان ان كان النائب وان كان عضاء مجلس النائبي ما القضاء عم بأجله سنة في جلسات بتأجل من سنة لسنة يعني هدا شي مش صار مرفوض خلص بقى خلصنا تأجيل عم بكون يعني بيوكلك واحد بيصير عدوك بعد سنتين بيصير خصمك بيفتكرك انت اللي عم بتأجيل خي يتعا حكي مع القدي يعني اليوم مش ضروري المحامة اكيد يعني الهيكلية بساة مالك مش عم بحكي انا مش ضروري المحامة يعني مش كل القضاءة يعني نحن نرفع القبعة لا لا عم بحكي انا كهيكلية ايه استاذ مالك اكتر من هيكل لا مش مضطر يأجل بس الموضوع عمين انه بالعسكرية وبين قضاء العدل وبين قضاء الدستوري وبين قضاء الإداري بشورة الدولة عطول في تأخير بدون سبب يعني اليوم اصبحت لصة معروفة يعني انه اليوم بيجي واحد بيقولك تعرف القاضي لوكلك يعني هادي بشكلها مع احترام من القضاء في كتير قضاء ما حدا بيمسون ابتداء من رئيس مجلس قضاء الأعلى الرئيس جون فهد ونزول يعني انا ما في للحديث بدي بدي يكمل بهذه بما تبقى لدينا من وقت بهذه الحلقة بس بدي شوف زميلي مارون شو عنده بمجلس الوزراء بنشوفه ان صاروا بجدوى الأعمال غرأت بسد جنة لحكومة يا مارون ولا شو نطيل عافية سيد مارون نعم بالفعل مالك الجلسة بدأت منذ حوالي نصف ساعة على الجدوى الأعمال لها اثنان وستون بندا ولكن البند أو نجم هذه الجلسة كما في الجلسة الماضية هو ملف سد جنة الذي بدأ البحث به كما كان مقررا قبل بداية هذه الجلسة الوزراء الأبرس في هذه الجلسة غياب وزير الاتصالات بطرس حرب كما كان متوقعا عن هذه الجلسة وذلك بعد مطالبته وبعد وعده في المرة الماضية بأنه سيطرح ملف الاتصالات على جدوى الأعمال مجلس الوزراء الوزير بطرس حرب غاب اليوم عن هذه الجلسة بالنسبة لتصريحات الوزراء قبل دخولهم إلى هذه الجلسة ركزت بغالبيتها الساحقة على موضوع ملف سجنة وزير البيئة محمد المشنوق أمل أن لن نحتاج إلى جهة دولية أو إلى منظمة دولية كي تبط الخلاف القائم حول سجنة الوزير روني عريجي أيضا قال من الممكن الاستعانة بخبراء دوليين لمساعدتنا البت في هذا الملف ونطلب مقاربة هذا الموضوع بموضوعية وزير طيار المستقبل نبيل دوفريج اعتبر أن كل سد فيه دراستان متناقضتان حوله يجب أن يحكم به كانت أيضا دردشة مع الوزير جبران بسير الذي سأل كيف يمكن أن لا نعتبر أن الفريق الآخر يتعاطى مع ملف سجنة على أنه ملف سياسي بامتياز وهو في كل جلسة يدرج كبند أول على طاولة مجلس الوزراء كلام بارز أيضا للوزير اليسبو صعب الذي قال قد نتوقع اليوم أو نتوقع اليوم أن نسمع مقولة انسوا ملف النفايات لننسى سجنة وهنا في إشارة واضحة من الوزير اليسبو صعب إلى مقايدة قد تحصل على طاولة مجلس الوزراء إذن علينا الانتظار لمعرفة ما ستقول إليه هذه الأمور أخيرا لابد من الإشارة إلى أن الوزير علي حسن خليل وخلال دخوله إلى هذه الجلسة سئل عن كلام حاكم مصرف لبنان الذي قال فيه أن الذي تحدث فيه عن مئة شخصية إضافية ستقفل المصارف حساباتها وهي شخصيات تابعة أو مناصرة لحزب الله قال الوزير علي حسن خليل أن حاكم مصرف لبنان رياض سليمي لم يقل هذا الأمر شكرا لألك مارون نصيف من مجلس الوزراء السيد جوزيف أنا بعد معي أقلم ندقيقة وزير المال يقول أنه ما نقل عن حاكم مصرف لبنان ليس دقيق برأي حضرتك وين وصلين بهذا الملف ملف العقوبات على حزب الله سيدي حزب الله المقاومة اللبنانية فيه أرى المنتخز بتطويقه أمريكيا وخليجيا إلى حد ما خليجيا نزلون عن الأرب سات للمنار وعن نايل سات وعنك عقوبات عليهم ولكن حاكم مصرف لبنان دكتور رياض سلامي عم يعمل واجباته يعني ما فيه النظام المصرفي بلبنان والاقتصادي كله بطير بواجه حزب الله بواجه عنده أصلا حزب الله ما عنده يعني فيه ما يوطن معاشه وفيه ما يتعاملوا بالمصارف قصوصي مع العلم أنه في ظلم المستشفيات والجمعيات الخيرية اللي عم تهتم بالناس يعني وبالجرح وبكل شيء ولكن حزب الله عنده قدرة على يمرر هذا الوضع وهو كان التقى بساعات الحاكم مصرف لبنان مرتين أظن حزب الله نعم وأنا يعني قل لك عم قل لك عصاعد وزراء وشخصيات حزبية لا يحلوا هذا المشكل يعني مين بدوا يحلوا وبالتالي وبنواب وبالتالي الموضوع أصبح عند حزب الله لأنه العقوبات تطال كله اللبنانيين أما حزب الله ضحى كتير في سبيل لبنان أنا ما فيه يقول غراءك وحتى بسوريا عم يضحي وعلى حدود بلبنان عم يضحي فلذلك يعني أنا بعرف لأنه أصلا لا يتعامل بالمصارف نعم اللي عنده ميزانيات حزب الله بيعرف الحمد لله أنا يعني أنت بتعرف أنا ماديش قل لك أنه أنا من هالجبل بس هيدا وضعنا يعني نعم شكرا لألك الكاتبة السياسية شوية عن البلديات طراحك بديحكي بعد بلديات وكان بديحكي بعد الملف السوري بس بارك إن شاء الله بحلقة مقبلة أنا كنت بتمنى أنه الأحزاب كانت تترك العيال هي تختار البدياء أحزاب بتقول أنه هي مرشحينة من العيال هي دي ما سألت مين قبل بيضة أو الجيجة ضاعت الطاصر هي كمان إذا هاي كيف الانتخابات نيبيه شو بيعمل هاي هاي نحنا لهم بينتهي وقت حلقتنا بدأت شكر حضورك معنا الكاتبة السياسية السيد جوزيف أبو فاضل أهلا وسهلا فيك دايما ضيف عزيز في هذا البرنامج وهذه المحطة أهلا وسهلا فيك مشاهدينا لهم بينتهي موعد نهاركم سعيد نهار جديد بيطلع عليكم غدا عشر ونص صباحا بتوقيت لبنان فإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر